حسما بورسيا دوتموند الألماني تأهله إلى الدور الربع المهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزي على ضيف الهولندي أيند هوفن بثنائية دون رات في المباراة التي جمعته مع الملعب سيجنالي دون بارك أو بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله ذهبا وكسر صاحب الأرض عقدة الأندية الهولندية التي واشهها على ملعبه في دوري الأبطال في خمس مناسبات سابقا حيث لم يحقق إلا انتصارا واحدا صعيد جدا لأننا تأهلنا لم يكن من السهل الشياز مرحلة المجموعات إذا نظرت إلى الوراء بدأنا في دوري أبطال أوروبا ولم نتمكن من الفوز في أول مبارتين لذلك نحن سعداء جدا سعداء بأن نكون من بين الثمانية المتبقين لذا فهي ليلة مميزة جدا بالنسبة لنا في دفاعهم كانوا يترجعون بشكل كبير خلف الكرة في نصف ملعبهم وقد تعلمنا من المباراة ضد أرسينال أنه عندما ينجحون في وضع الكثير من اللاعبين في منطقة الثمانية عشر يكون من الصعب جدا التسجيل هناك دائما قدم في الطريق وهذا أمر صعب ترجمة نانسي قنقر